السؤال الثاني صلاة الأب والأم المسافرين في بيوت أبنائهم هل يعتبرون مقيمين أم يترخصون من رخص السفر هذه ترجع لمسألة وهي هل الأب في بيت ابنه يعتبر مسافرا أو مقيما وكونه يعتبر مسافرا أو مقيما المرجع في ذلك للعرف فعلا هو في عرف الناس الإنسان في بيت أبيه أو ابنه يعتبر مسافرا ومثل بقية المسافرين أو أنه يعتبر هذا البيت بيت إقامة بالنسبة له إذا نظرنا لمجموع الأدلة نجد أن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن مال الإنسان مال لأبيه وأمه ولذلك قال عز وجل ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت إخوالكم أو بيوت خلاتكم ولم يقول أبيوتي أبنائكم أو بيوتي بناتكم لأن بيوت الأبناء والبنات هي بيوت للإنساء في الحقيقة وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وقوله إن أطيب مآكتهم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وهذه كلها حديث صحيحة وهذا يدل على أن بيت الإبن أنه بيت للإنسان وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أن الأب والأم إذا سافر ونزل في بيت أولادهما أنهما لا يعتبران مسافرين وإنما يعتبران مقيمان ولا يترخصان برخص السفر ومما يدل لهذا أن الأصل في الإنسان الإقامة وليس السفر ولا يقال إنه مسافر إلا بأمر واضح ولم يتضح في هذه المسألة كونه مسافرا خاصة أن الأثر المترتبة على ذلك الكبير وهو صحة أو عدم صحة الصلاة فالأقرب الله أعلم أنه وهو الأحوط أيضا والأبرى للذمة أن الأب والأم في بيوت أبنائهما وبناتهما أنهم يتمون ولا يترخصون برخص السفر شكرا للمشاهدة